اليوم ما أهمية هذه الدعوات والتظاهرات التي خرجت في بنغازي التي نددت بالدخلات التركية والتي أيدت الموقف الحازم للمشير حل خليفة حفتر والتي أكدت على أهمية الذهاب إلى حل فورية أهلا تحية ليك رمضان كريم تحية ليك ولكل مشاهديك الأهمية تأتي في أن الليبيين يأسوا من الوضع الحالي ويعيسوا من تكرار التجربة مرة أخرى في مجلس رياسي أو في تسوية سياسية أخرى قد تطيل عمر الأزمة وقد تطيل مأساة الليبيين الليبيين لأكثر من خمس سنوات الآن تدخر المجتمع الدولي وتدخرت الممتحدة وحاولت صياغة اتفاق سياسي حسب أهواءها وفضلت فيه طرف على طرف وصنعت حكومة ومنحتها الشرعية ولكن للأسف خلال خمس سنوات لم يتحقق شيء تغولت الميليشيات سيطرت المسلحين وأمراء الحرب على مفاصل الدولة في طرابلس وعلى بنك ليبيا المركزي وعلى كل الوزرات وأنتجوا حالة بؤس يعانيها المواطنين الليبي اليوم غياب المخود وغياب السرعة التموينية غياب السيولة عن البنوك ارتفاع مستوى الجريمة والحرابة والقتل والخطف والاعتقال وبالتالي هذا الخروج لن يكون في بنغازي فقط حتى لو طيحت الفرصة لمن هم موجودين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات سيخرجون جميعا البيين الآن لديهم قناعة بأنه ليس هناك من حلب وليس هناك من من سيخلصهم مما هم فيه إلا مؤسسة عسكرية حقيقية